مجلس النواب صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس وأكدت معاليها أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي من مضامين رفيع ورؤى سديدة وتوجهات حكيمة ستكون على سلم أولويات العمل البرلماني والنهج الوطني لمواصلة العمل والعطاء والإنجاز بروح الفريق الواحد والمسؤولية الوطنية المشتركة بالتعاون البناء مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة لخدمة الوطن والمواطنين من جانبه أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في كلمته خلال الجلسة على ما قدمه المجلس النيابي خلال دوري الانعقاد السابقين من عمل وطني تمثل في تأدية مهام التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين والمساهمة في مسيرة الإنجاز الوطني ودفعها إلى الأمام بعدها تلس عادة المستشار راشد محمد بن جمال أمين العام لمجلس النواب نص الأمر الملكي رقم 38 لسنة 2020 ميلادية بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس سمعنا اليوم للكلمة السامية لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدة في افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس وهي كلمة شاملة بالنسبة لنا كنواب ستكون هي أساس عمان وهي خارطة طريق بالنسبة لنا بالذات في الظروف التي مر فيها البحرين ومر فيها العالم طبعا الكلمة عطت كل ذو ذي حقا حقا وهذه بالنسبة لنا ليس بقريب على جلال الملك فهو دائما سباق لتقدير وتكريم كل من يخدم البحرين وإن شاء الله احنا كمجلس النواب سنأخذ كل مضامين هذه الكلمة وسنحاول قدر المكان سنجتهد بنا أن تكون هي نشوفها على أرض الواقع وهذه دورنا وإحنا دائما حريصين على أن نكون عند حسن ظن جلال الملك فهو قائد ورامس هذه البلاد الذي نعتز ونفتخر فيه كقائد حكيم لمملكة البحرين شرفنا اليوم بالاستماع إلى توجيهات وتوجهات صاحب جلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي تشكل لنا خارطة طريق ومنهجية العمل للمرحلة المقبلة في الدور الثالث وخاصة أن المضامين الكلمة السامية جاءت شاملة وجامعة لكل المجالات خاصة أن الشباب والاقتصاد والعمل الوطني بشكل عام وسوف نعمل لتحقيق هذه التوجيهات بتعاوهم مع الحكومة الموقرة لصالح الوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر